السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بنا نتحدث عن الية الضد. كيف تحدث الضد؟ هلأ احنا كمخرج خلنا نحكي كتسمية مخرج. بنقول احنا حافتي لسان. صح? حافتي لسان. مخرج الضد. مع ايش؟ مع ما يليها من منطقة الطواحن. طيب. هلأ ماذا يليها من منطقة الطواحن؟ انا شفت بعض الفيديوهات بقولك الطواحن نفسها. يعني لسان بضغط على الطواحن نفسها. يعني بكون لسان هون ضغط. في بعضهم حكا بكون ضغط على الطواحن زائد اللثان. شايفين هاي منطقة الداخلية? فاذا في ناس بحكوا انه لسان قاعد بضغط في حرف الضد عم بضغط على الطواحن نفسها بس. وفي ناس شو بحكولك على الطواحن مع اللثتات هم. هاي منطقة الضد. طيب هاي منطقة الضد. لكن ايضا طرف اللسان وين لامس؟ لامس المنطقة النطعية هاي. في منطقة التلامس. فاذا في منطقة الضغط ومنطقة التلامس. عشان هيك لم يسمى منطقة النطعية او طرف اللسان ضمن المخرج. مع انهم مشغالين اثناء العمل. لكن الصوت ماذا يطلع? يطلع من هذا الانضغط. فعشان هيك لم يذكر الطرف او ظهر اللسان والمنطقة النطعية في المخرج الضد. وانما فقط الحافة. لان عملية الضغط بالحافة التي تخرج الصوت. هذا ليش ما تسميه مخرج. اما اما طرف اللسان وظهر اللسان هل هم مش عم بيشتغلوا? لا عم بيشتغلوا. لانه اذا ما اشتغلوا وما عملوا منطقة التلامس. شو هيصير? عايصير يهرب الهواء. فبتلاقي في ناس بدهم يحكوا ضاد. فبتلاقيهم بعملوا. بتحسي صوت هواء عم بيضلع. في ناس شو بعملوا? لا بدل ما يضغطوا هون بيضغطوا هون. الضغط بعملوا هون. بدل ما لك ضاد بيضغط هون. هون متلامسة. بدأ احكسها. انا عمل هون تلامس هون ضغط. شو بيطلع معي? سمعت دال مفخمة? هذا ليس الضد. اذا ما اذا ضغطت هون وما ضغطت هون بيطلع صوت دال مفخمة. وهذا مش حرف الضد. حرف الضد يخرج من هنا. طيب من الضغط هنا. او طبعا جهتين. يعني في عنا اما من جهة او من جهتين بتكون. بس هاي عم تطلع الضد. اما هذه لا تطلع الضد. اذا ضغطت هون او لقيت الطالبة بتشد هون بتلاقيها بتطلع الدال مفخمة. وهذا ليست ضد. طيب طيب من الاشياء اللي كيف طب كيف بدي اعمل حرف الضد بدي يكون انا عجبني شرح لسيد ابراهيم بنوصلي كان بتحدثينها زي المعلقة. بدي لسان يكون زي المعلقة. حتى هو مرات بتدرب طلابه انه بقولهم بدي اشوف اللسان زي الملعقة قبل ما تلمس فيه فضلا. بدي اشوف لسانك كيف باش طيب. فشو بديك تعملي. بديك ترفعي حواف اللسان وترفعي وسطه بينما تتركي عفا ترفعي طرفه. فاذا حواف اللسان زائد طرفه زائد ظهره كله يكون مرتفعات بينما في الوسط شو بدي يكون متقعر. متقعر. فبقولهم بدي اشوف هذا المنظر. ففعلا الطلاب بيصيروا يحركوا لحد ما يصير بيحطوا قدامهم رأي بصير يرفعوا هاي يرفعوا هاي يرفعوا هاي يرفعوا هاي وخلوا الوسط متقعر. حتى بصير طبعا اكيد اقصى لسان راح يرتفع لانه محرف مفخم. فبالتالي بقولك هذا كله موجود ثم بقولهم إلماسوا لفوق. فبيشوفها فعليا تحت قبل ما يقولهم رفعوا هاي فوق. ليش لاني انا بدي الصوت نحصر في هاي المنطقة. ويعمل الاستطالة انه يمشي من وراء لقدام. اذا ما كان هذا التجويف موجود وممتد امامي خلفي كان ما بحدث. طيب فبالتالي انا بدي اشوف هاي التقعر وارتفاع الحواف مع الطرف والظهر قبل ما ابدأ. هذا الى كان الطالب عنده غلبة فيها. غير هيكي انه انتبه لمنطقة الضغط ما تكون الضغط امامية تكون الضغط من الحواف. هي متغل. هاي بس تلامس. وبردو التلامس ما يفك. لانه اما بيعمل لي قلقلة او بعمل لي همس للضض. وهذا كله غلط. طيب من الاشياء كمان اللي بدنا ننتبه عليها على الضغط. اذا هاي هي المنطقة. هاي هي التلامس الان هيك. بدي امشي بالصوت من الخلف للامام. لحد ما يمسك مع منطقة التلامس. هاي ما سميها استطالة. طبعا بتكون استطالة الضغط مع اه اطول شيء حرف الضغط لما يكون شدد وهو موجود عندنا دايما بالفاتحة فبيكون احسن تدريب لنا. مع صورة الفاتحة ولا ضالين. في عندنا ست حركات. في عندنا الضغط نفسها. الضغط المشدد بتكون اطول شيء. هاي بس ملحظاتها الضغط موضوع كيف اعمل الشكل قبل اني اعمل تلامس. اذا استطعت تدرب الطلب عليه. وموضوع اين منطقة تلامس. ما يحدث الضغط هون والتلامس هون. بارك الله فيك. اشتركوا في القناة